اشتركوا في القناة ثلاثمائة وستين ألف يعني وكل شيء ارتفعت الغلاة وارتفعت الأسعار ويقول لك المواطن لي شيء ارتفعت لأن الصف يعني مثل ما تقول منهار العملة منهار للآخر والمواطن يعني بيعاني معانا صعبة يعني بأمانة يعني أصبحت الكثير من الأسر هنا في محافظة المهرة عجزة عن توفير أبسط المتطلبات الضرورية لسيد الرمق جراء الارتفاع الجنوني في الأسعار والتي وصلت إلى مرحلة غير مكبولة ولا منطقية فتمسي على سعر وتصبح ركما مضاعفا على كاهل المواطنين الوضع مدهور صراحة يعني جاي يعيد علينا وقاي علينا معانا يقهال ومعانا أسراء ومعانا صراحة الوضع ما يتحمل نهاية صراحة يعني والله كل شيء غالي احنا كنا نعيد من قبل ما لا ناجي السنة دي ويمكننا نعيد دقائق والله يعلم علينا قادرين أو ما ناجي والله إن الوضع مدهور وكم من الناس يعانوا من الوضع هذا فيما تنهار العملة وتزداد الأسعار بشكل شبه يومي بقيت مرتبات الموظفين كما هي بل أنها أصبحت غير منتظمة وتتأخر أكثر مما يزيد معاناة المواطنين ويفاقم مأساتهم يعني ما يأكل بالله عليك كل شيء نار فلوس ما لها قيمة تحول للشمال حانب ترجس في الجنوب حنبة كل شيء أسعار نار وغالية لله عليك العيد بحنا قادم على هذا الحوال لديهم عمائتين ألف ثلاثمائة ألف مئة ألف يعيد با كان يعيده بخمسين اليوم الخمسين توصل هناك خمسة عشرة كريثة حقيقية يعيشها المواطنون هنا في المهرة جراء غلاء أسعار المواد الغذائية فالمواطن يصارع وحيدا أهوال الأسعار التي تحولت إلى كابوس حقيقي حول حياة المواطنين إلى جحيم ما 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 اشتركوا في القناة